اول جدي في هذا الفيديو راح اتكلم معكم عن برنامجين استخدهم في تسجيل الفيديوهات وفي لايف ستريم طبعا اكثر من واحد سألني عن البرامج اللي استخدمها وسألني عن ال Game Setup الموجود عندي طبعا هذا الفيديو باشرح لكم بس البرامج وفيديو ثاني راح ارحيكم ال Game Setup اللي عندي موجود في الغرفة الشاشات والموجودة كل الاشياء الموجودة عندي فطبعا خاني ابتدي بهذا الموضوع طبعا انا استخدم برنامجين واحد اسمه Game Capture HD حق الالقاتو نفسه الاصلي اني عندي قطعة الالقاتو والثاني OBS او اسمه Open Broadcast Software طبعا السبب الوحيد اللي خليني استخدم ال Game Capture شي واحد انك اذا مثلا لعبتم مدة ساعة او ساعتين وحبيت تسجل كله اللي لعبته او مقطع معين تقدر ترجع في التايم لاين وتختار الفيديو هذا السبب الوحيد اللي خليني اختار هذا البرنامج ثاني ما في لانه برنامج غبي في التحكم مع انه كل ما يحاولوا يتطورهم فيه يظل غبي ويظل ثقيل ويعلق كثير انا ما اذهلي من السبب القطعة اللي عندي ما اتوقع بس الكل يشتكي من هذه المشكلة البرنامج ثقيل وصعب في التحكم فيه مو في التحكم فيه في التعامل معا مع الجهاز مع انه جهاز يقوي مو ضعيف ابدا مر جهاز يقوي بس ان البرنامج غبي فراح نكنسل عليه ونروح البرنامج اللي بعده طبعا البرنامج يستخدمه اسمه Open Broadcast طبعا برنامج مجاني تقدر تحمله من هذا الموقع طبعا راح اضع لكم رابط الوصول تحت واذا مات بالبرنامج الرابط تكتب OBS Enter في جوجل راح يطلع لك اول موقع تدخله طبعا لازم يكون جهازك ويندوز حق الماك ما راح ينفهمه تضغط على ويندوز 7, 8, 10 او حتى يمكن اكس بي يزبط ماك او اذا تبقى صارات قديمة تختار من هذا الرابط في المهم هذا برنامج مجاني وحجم خفيف وممتاز في التعامل بس راح اشرح لكم بالتفصيل وارويكم كيف تسجل HD وتسوي stream HD وتتحكم في الجودة بشكل كبير المهم ندخل لمحور حديثنا اول ما تفتح برنامج تروح settings طبعا عندك profile تقدر تسوي لك اكثر من profile او ملف كما راح تختار واحد يغير لك الادات كامل على حسب انتو اشتبي انا حاليا نحط IG stream هذا الخيار اللي اسوي في stream حاليا انا فخلي نروح ال encoding طبعا ال encoding تقدر تتحكم في جودة الصوت وجودة الفيديو طبعا لازم تخلي هذه تختار X2064 X264 وتخلي هذه صح وهذه صح شرحهم طويل بس خليهم صح اختصلك الموضوع الماكس بتريت هذي هنا اذا تغير هذا الرقم تتغير معاك الجودة طبعا يعتمد على ال upload فكل ما ارتفع الرقم زادت الجودة وصار upload حق ال stream اذكر طبعا حق تعرف هذا الرقم كم اللي تبي حق live stream لازم شو تسوي تروح الانترنت سوي speed test طبعا هذا speed test اللي حقي خلنا نسوي test again طبعا اذا تبي هذا موقع حق تكتب بس speed test رح يفتح لكيه او رح احط لكم رابط السوشن تحت في ال description طبعا ال download عندي حاليا 77 76 شي جيد بالنسبة للشرق الاوسط شي ممتاز فالمشكلة الزبدة في upload طبعا اذا 1 ميجا رح يكون في برنامج 1000 bitrate و 2 ميجا رح يكون 2000 خلنا نشوف اللي عندي طبعا اذا ما تشوفوا نحن حاليا تقريبا 11 upload موجود ما رح تيت تجيب الحد الاقصى من الانترنت اللي عندك موجود عادة فتشوف الرقم الموجود اللي يوصلك لجهازك طبعا ان يوصني 12 اذا تبي لتسوي live stream الحد الاقصى انك تستخدم 6000 او 6 ميجا تستخدم 6000 bitrate زي ما تصير فنفتح موقع هني حد الاقصى اقدر 6000 بس طبعا 6000 بالنسبة لل live stream بشي كبير مرة كبير ما تحتاج هذا الرقم فشنلا نسوي نفتح موقع twitch حاطي لك خيارات الجودة الموجودة وطبعا هذي الخيارات تقدر تتحكم فيها في التسجيل طبعا بين الثلاثالاف وثلاثالاف وخمسمائة هذي full HD 1080p وبين الف وثمامائة و الفين وخمسمائة و الفين وخمسمائة سبعمائة وعشرين يكون HD بس مو full HD واربعمائة وثمانية بين تسعمائة و الف ومائتين وانت نازل مع هذي الارقام طبعا هذي الارقام مهمة لازم تحفظها او تخزن هذا الموقع عندك راحطوا بكم اياه طبعا الرابط في التسجيل الا عليك تضغط على الرابط ويفتح لك اياه وتشوف الارقام طبعا حق تسجل full HD لازم تحط 3500 نفتح البرنامج 3500 طبعا هذي راح تسجل full HD وراح تسوي stream full HD بس اهم شي ان يكون سرعة النت عندك اكثر من ثلاثة ونص ميجا بس للأسف الكونيكشن عندنا في الشرق الابسط ابو كلب واغلب الناس ما تقدر تشوف stream full HD الا اذا كان عندك خيار الجودة انا ما عندي خيار الجودة اذا كنت مثلي توكو بادي live stream وما عندك عدد كبير من المشاهدين وما عندك خيار الجودة راح يكون خيارك شوي اقل راح نخليه ان بالنسبة لي 1400 ما اشوف احد يشتكي في تويتش منها بس المشكلة اذا صوت 1400 اللي اسجله في live stream ما راح يكون quality لحقه عالي وهذا مشكلة اللي انا اواجهه حاليا ف 1400 راح تسوي stream وستري ما راح يقطع وراح يكون واضح والكل يستمتع في المشاهدة بس اذا تبغى تسوي stream HD خليه 3000 الى 3500 واحد بين هالرقام هذه على حسب الكونيكشن اللي عندك او تختار بين 1800 الى 2500 اذا تبغى 720 فهذه خيارات الجودة فننتقل حين معاكم الى خيارات الصوت طبعا حق stream انصحك انك تستخدم AAC وراح يكون حجم التسجيل للفيديو خفيف ما راح يكون ثقيل والفورمات يعتمد على فورمات جهازك طبعا حق تعرف الفورمات اللي تستخدم في الجهاز اللي عليك تسوي تروح وتروح لدفوقات وتروح مثلا وتروح مثلا أروح ادفانس طبعا تشوفون 4400 هارتز هذا الرقم لازم تسوي كل البرامج اللي عندك بهذا الرقم لانك اذا خليت مثلا خليت هذا 4100 وتخليت هذا الرقم 4200 هذا 400 كانت 4800 راح تواجه مشاكل في الصوت. عرفتم كيف؟ اذا احيانا تكون الصوت اطلع في زن ماله الداعي لازم تساوي هذا الرقم لازم يتساوي في كل شيء. وانا انصحك تروح مع ال 44.1 كيلو هيرتز او 44100 هيرتز. حق لا تواجه مشاكل. وطبعا اذا تبيت تحكم بجودة الصوت مع المايك. وهذا كل ما تفعل الرقم يكون زيد الجودة على حسب المايك اللي عندك. وكل ما نزل الرقم يتقل الجودة. بالنسبة لي اشوفه 128 شي ممتاز. وطبعا لازم يكون استيريو. او اذا كان المايك اللي عندك ممتاز وسجل صوت جبار. خليه حاول تجرب شي بين 192 و 160. ما اصحك تروح فوق مرة عالي. فتقيبا هذا كل شي شباب عن الصوت وعن الفيديو. ننتقل الى السيتنجز حق اللايف ستريم. طبعا تختار هنا لايف ستريم او تبيه او تبوت اونلي يعني على حسب بس اذا تبغى تسجل او تبغى تسوي لايف ستريم عندك الخيارين. واذا انت كنت تبغى تسوي على تويتش. اذا كنت تبغى تسوي على اليوتيوب. هذا في يوتيوب جايمينج. طبعا اليوتيوب جايمينج الحين ما عندهم سيرفرات ممتازة فاش تسوي توح الكاستم. تحط الرابط الموجود في اليوتيوب جايمينج. وتحط موجود لنا رابط حق السيرفر. وتحط الرابط حق الكود او تسمونا كي. كي ستريم لو حتوفه في تويتش. طبعا خنا رويكم طبعا كي ستريم اوين تتلقاه خلنا ادخل تويتش عندي. تويتش. ايمكن الفيديو بكون شي طوير يا عايب بس تحمله. ندخل على داشبورد. ندخل على الستريم كي. طبعا التضغط على سليم كي راح رويك اياه. انا مجدر بكم يا رحين لان اي واحد راح يشوف هذا المفتاح راح يجال يسوي السريم في القناة والماضي حاشي يصير. بس اعلمتكم وين تقدر تلقاه. تروح الداشبورد تلقاه سريم كي تنسخه وتحطه في البرنامج وراح يزبط معك. طبعا السيرفر. انا الصراحة في الشرق الاوسط نادرة اي سيرفر يزبط بالضبط. هل يركح يكون ما لندن? هل يكون في سيرفر ثاني ممتاز? ما ادري. بس حاليا انا في امريكا واستخدم دلس. اقرب سيرفر عندي في دلس واستخدمه. ونكون ناشين عندي ممتاز. وطبعا هذي اوتو ري كونكت مثل اذا فصل عندك لايف سليم وتبغى يرجع. تخلي هذي صح. والاوتو ري كونكتن تايم اوت يعني مثل عندك خمسة ثاني ويرجع مرة ثاني يستريم. وطبعا هذي مكان تخزين الملف في مالستريم. وهذي خليها ابوك ما تحتاجها ما تحتاجها ما تحتاجها ما تحتاجها اللي بعدها. نوب انزع. حاليا انا اخذ من القاتو game capture اخذه الف وتسعمية وعشين وعشرة ثمانين او الف وثمانين حق الفل اتش دي. بس ان اسوي الداون سكيل الى سبعمائة او عشرين. حق لما اسوي لايف ستريم يكون السريم واضح. وطبعا اسوي ثلاثين فريم. اذا انت عندك الايقاطق الجديد وتبغى تسوي ستين فريم او تسجل الفيديو ستين فريم تخليه ستين. طبعا راح يكون ستين حجم الفيديو اكبر. وصعب الناس تشوف في اليوتيوب لان الكونكتن شوي ابوكلب وحتى السريم راح يكون شوي صعب. اللي اذا كان الكونكتن عندك شي جبار شي ثاني. او اذا كان عندك خيارات الجودة. بس يمكن في اليوتيوب تقدر تسويها. واذا شاهد احد الفيديو انزل الجودة راح يزبط معهم. فهذا الخيارات الموجودة هنا تروح الاوديو. هنا الاوديو لازم فيه شي معين تعرفه. طبعا اول شي تختار المايكل اللي عندك اذا تبغي. وتخلي هذي على تن ديفولت. حق تاخذ اي سلط يتخلي في سطح المكتب تقدر تاخذه في الفيديو وتسجله. اذا خليت تعال ديفولت. بس اهم شي عيالة. هذي ال 1400 اللي تشوفونها. مو نفس 1400 مع السريمي قبله شي. هذي تأخير صوت المايك. المايك تحط 1400. اللقاته فيه تأخير مدة ثاني واربع اجزاء من الثانية او 1400 ميلي سكند. لازم تخليها 1400 حق توازن الصوت مع الجيم بلاي. لما اذا تلعب بتبغى الصوت وتوازن مع الجيم بلاي لازم تكون 1400 ميلي سكند. وهذا طبعا شي راح نشوي شي في نفس هذي الرقم راح تشوف كل شي متناسق مع بعض. وطبعا هذي خيارات كلها. الديسك بوت. هذي تخلي واحد اثنين او واحد نفس الشي ما تفرق معاك. لان هذا الصوت اللي ياخذ من سطح المكتب. راح حجم الضخام اللي حقه. وهذا المايك حرك بين مثلا الواحد والخمسة. حاول تتحكم فيه. تجرب المايك على حسب دقة عندك. طبعا البوست راح يعطيك الضخامة في الصوت. كل ما ارتفع الرقم راح يكون الصوت شوي اضخم. بس عادة ان انا خلي واحد وخلي هذي اثنين. يكون بالنسبة لي ممتاز يعني ماشي معاي. بس انت تجرب عندك. كلها تعتمد على تجاربك وعلى حسب جهازك وعداداتك في الجهاز. فالخيارات الاخيرة ننتقم معاكم الى هذه الخيارات. خلي هذي صاح ونورمض. اربعمائة راح تكون هذي عادي. اهم شي في الفيديو يا عيال. اذا حطيت انت البرنامج راح يقول لك هاي. خلي بدل الهاي مين. هذي اهم شي. والكي فريم حق يتوافق مع تويتش. خليها اثنين. انا ما ادري ليش يخلون هذي الكي فريم اثنين. ما ادري شو سبب الضغط فيها. ما ابي اتفسف عليكم وعطيكم شي مراسي. بس اعدادات تويتش يقول لك خليها اثنين. واتوقع حتى اليوتيوب. اذا ما خفضني. وهذا اشياء ما دانيه ما دين فيها اي شي. وبس تقريبا هذي الاعدادات كلها حق السيدنجز للأو بيس. فننتقل معاكم الحين الى السينز. خلينا ننتقل نفتح معاكم سينز جديد. نكتب هات سينز. نكتب عليه يوتيوب. يوتيوب. يا حبيبي. طبعا السينز فاضي ما في اي شي. نضغط يمين. انا حاب اضيف الهيجاتو game capture. نكتب عليها. نكتب عليه الهيجاتو. حتى بالعربي يستقبل عادي. وتختار الهيجاتو من فوق. وطبعا اذا تبغي تتحكم في الجودة خليها عادي لا تتحكم في اي شي لانك انت اردي متحكم فيه في سيتنجز من داخل فهذه مردانيها. فتضغط ايش. اوكي. بس شوف هنا في نقطة لازم تعرفها. اذا تبغي ياخد الصوت كامل من الهيجاتو. يعني تبغي الصوت عالي تخلي هذي مئة بالمئة. بس بالنسبة لي اخليها بين الخمسين وبين الستين. احيانا سبعين على حسب اللعبة اللي العبها. اذا تبغي ترفع الصوت مال اللعب او تنزل تتحكم فيه من هذا الشي. مثلا نخلي خمسين الحين حاليا. نخلي خمسين. مع ان خمسين وايد نازل خلي ستين ممكن احسن. بس خمسين. لحق بس اعلمكم الوضع اللعب. هذي القات وضبطت معنا لحين. نجي معنا الى مثلا الكام. اذا عندك كام. تبغي تحط الكام تكتب كام. وتختار الكام اللي عندك. انا عندي هذي اللوجي تيك. اي سمونها تقريب الناس سمي لوجي تيك. اللي مهم تختار الكام. ولا تخليها الشديد لان رح تاخد عندك حجم كبير في الرندر وفي الرام وفي مال هداعي. نزلها خليها 640 400 او الحجم اللي تبيه. و 30 فريم او تب تنزل الفريم ما يفرق معك. طبعا تضغط اوكي. الصوت مرح تاخدم من الكاميرا فما تحتاج تحكم فيه اساسا. فنضغط حاليا. نشوف الكاميرا طبعا انا المحلي مو مع الكاميرا الصح فبتشوفون الفيديو شوي خطأ. لو ستتنك زحق الموضوع عنه بيتشوفون عبو كلب شوف كيف وجهي يا سلام كبير. المهم نضغط ادتسين. نجل البرنامج. نتحكم في النابي. طبعا هذا الموقع اسم معدل. خليني اغيره. هذا 640 ثانية ما 360 تخليها بالعرض. حلو. ونكبر الشاشة شوي. طبعا اذا ابي اتحكم في المسافة. هل كذا ايوا كذا ممتازة. زي ما تشوفون حين هذا الكام تبيه تحطه في اي زاوية تبيه وتتحكم فيه. مثلا لقاته تبيه تتحكم في الحجم بعد تضغط على ادتسين. وهي تتحكم في الحجم كامل. خليه فاله دي. وله في والسكرين وتحطها هالي في الزاوية فوق أو الزاوية تحت اللي تبيه. خليني نراويكم شي ثاني في هذا برنامج ممتاز. طبعا اووو نساني شي مهم. الكام لازم تخلي التأخير فيه حاقي توافق مع الصوت والكام والجامبلاي في نفس وقت قلنا نتخلي 1400 نفس الشي تخلي 1400 الصوت راح ينتظبط معاك 100% و راح تتحكم في الموضوع و كل شي بيكون معاك مزبوط الجامبلاي و صوتك و الكام كلهم يكونوا مزبوطين فهذا تقريبا كل شي اهني خلنا نشوف خيارات الثانية اللي عندك اميج مثلا تقيا تحط صورة من سطح المكتب ان حط صورة الاحتياط ارويكم اياها اه هذي اوبن شوف هذي انت لاستخدم اليوقات القديمة حقي في القناة فاتجي تحط صورة اي محل تبيه هاتجي تتحكم في محل الي تبيه ان حاليا حطها هني ممتازة و الفيديو ما اعجبني محله خلي مثلا نفتح كالو في ديوتي ولا بلوت بون ان حاليا مشغل ايه بلوت بون الكام ابي محلها في هذه المنطقة صغرها شوي يكون موضوعها ممتاز كدا شي ثاني خلينا نتذكر فيه اذا في شي نسيته و طبعا تجي تصور الشاشة اذا تبغى تصور الشاشة كامل حط مثلا الشاشة نصور من تويتش اوكي هذا ياخد بس برنامج تويتش اذا بيحطه و اشيله كدا خلينا نسوي حركة ثاني بعد ارويكم اياها انا ااخد منيتر كبشر هذي استخدم معايتم في live stream اوكي خلينا اشيلها و نزل محلها طبعا كل ما ارتفع الشي رح يكون قدامك عندك في الشاشة كل ما نزل رح يكون تحت يعني يكون ورا مثل القاتو خلاص كل تاتو ما يكون شي هو وراه مدعوس اخر شي موجود عندي فهذي تنزله شوي order move down حق وهذي بعد move down حق الكاميرا تكون فوق الصورة و فوق ال overlay move down مرة ثانية وتضغط فحاليا اقدر اتحكم في هذا الشي في التسجيل يبين كيف كل شي فوق بس ان طبعا تشوفونا متكرر انتون ما هو شي جيد فخلنا نوقف ال preview و طبعا عندك زر stream و زر record تقدر تسوي كل واحد مختلف عن الثاني مرة stream و مرة record على راحتك يعني انت اذا تبغى تسجل ولا تسوي stream وتسجل في نفس الوقت فتقريبا هذي كل شي عن OPS بالنسبة لهذا البرنامج شي جبار و تقدر تختار او في شي طبعا تكتب تكست و هذي CLR بروزر هذي حق ال notification اللي تجيك من Twitch مثلا اذا حتى ولك متابعة او شي اذا تبغوا نشرح لكم مياه فيديو ثاني منفصل كيف تسوي هذا الشي عطونا رايكم في الكومنت تحت و اشرح لكم مياه بالتفصيل لان هذي يبيه الفيديو ثاني لان شوي حركاته طويل و فيه تعقيد فتقريبا شباب هذا كل شي عن OPS تكلمنا عن الجودة و الصوت و كيف تتحكم في scenes و تتحكم في sources و شوف افضل اعدادات بالنسبة لك اتمنى شرحي كان وافي و ما كفتت عليكم في الهدرة و تكلمت كثير و بسرعة السلام عليكم متابعي و زوار قناة دايفرس العيد لا تنسوا دعمنا بالاشتراك و تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله دمتم بخير اشتركوا في القناة